ما هي السبع الموبقات؟ خلق الله الإنسان ليعبده ويطيعه فيما أمر ويتجنب المعاصي والذنوب التي نهاه عنها ولكن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ولذلك على المسلم أن يتعلم دينه ويبتعد عن ارتكاب المعاصي والذنوب كي لا يقع فيها وإذا ارتكبها عليه أن يكفر عنها باجتناب الكبائر أو بالعمل الصالح أو بالتوبة النصر خاصة إذا كانت من الكبائر التي حرمها الله تعالى أعظم الكبائر هي ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالموبقات ومعنى الموبقات هي المهلكات وقد خصها عليه الصلاة والسلام بحديث شريف لزيادة التحذير منها حيث قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف قدف المحصنات المومنات الغافلات ما هم السبع الموبقات؟ أولا الشرك بالله وهو أعظم الكبائر على الإطلاق يقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر أما الشرك الأكبر فهو أن يعبد الإنسان غير الله عز وجل وأن يأتي السحرة ويستعين بهم أو يستعين بالموت أو يذبح لهم وهذا الشرك يخرج العبد من الملة ويوجب عقابا عظيما من الله تعالى وهو الخلود في نار جهنما ما لم يتم قبل الغرغرة أما الشرك الأصغر فهو لا يخرج صاحبه من الملة كأن يخالط عمله الرياء أو أن يحلف بغير الله تعالى الموبقة الثانية هي السحر هو داء عظيم يدخل صاحبه في الشرك بسبب استعانته بالشياطين فغالبا ما يتقرب السحر من الشيطان بفعل ما يحبه الشيطان ويفعل أفعال فضيعة لا يرضى عنها الله عز وجل وتكرهها النفس البشرية السوية والسحر يضر السحر الذي وقع في الدم العظيم ويضر الذي استعان به لحاجة أو لإيذاء شخص ما لأنه وقع في الدم العظيم أيضا وكلاهما يستحقان عقاب الله تعالى فضلا عن ضراره للمسحور بالأذى الجسدي أو النفسي ثالث الموبقات هو قتل النفس التي حرم الله بغير الحق سواء كانت نفس مسلم أو غير مسلم فلا يجوز قتلها عمدا بغير حق وقد حذر الله تعالى من ذلك في قوله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما رابع الموبقات هو الربا وهي الموبقة الرابعة التي حذر الله تعالى منها في كتابه العزيز وتوعد صاحبها بمحقها والحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم وفي زمننا هذا يكثر التعامل بالربا وتكثر البنوك الربوية ويجب على المسلم الحذر من هذا الدم العظيم والتعرف على أنواع الربا كي يجتنبه فربما ارتكب هذه الكبيرة وهو جاهل عنها سادس الخامس الموبقات هو أكل مال اليتيم من إكرام الإسلام لليتيم أنه حتى على العناية به ورعايته وجعل كافله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وصان حقوقه من الهضم بأن حذر من أكل ماله وجعل ذلك من السبع الموبقات التي تود بصاحبها إلى النار قال الله تعالى ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن سادس الموبقات هو التولي يوم الزحف التولي يوم الزحف يقصد منه الفرار والهرب من الجهاد عندما يمشي جيش المسلمين ويلاقي عدوه في الحرب والإسلام حذر من التولي ورتب على ذلك عقابا من الله الذي قال في كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يولهم يومئذ دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير ومن الأسباب التي تعين على الثبات عند لقاء العدو الإكثار من ذكر الله تعالى والتقرب منه سابع وآخر الموبقات هو قذف المحصنات الغافلات المومنات وهو رمي المرأة العفيفة بالزنا ويستحق صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فيجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة إن لم يأتي بأربعة يشهدون معه فيما يقول وأما في الآخرة فيعذبه الله عذابا عظيما عدا عن أنه ملعون ومطرود من رحمة الله في الدنيا والآخرة ترجمة نانسي قنقر